السلام عليكم و شراكم إن شاء الله تكونوا بخير و كاملا بس كما وعدتكم في الفيديو البارح أن ندير لكم هيدو المملاحات المقليين اللي تحلفوا عليهم إذا مقليين يجيوا قطنيين و خفافوا بزة في بنان و زدت لهم واحد الحشو و مشمخوا هايل فلازم تجربوهم في هذا رمضان إن شاء الله قولوا بسم الله و نبدأ في الوصفة ناري حان دبلع جينا كان عندي كاس غير بوعة الحليب الدافي زيت لوربعة كاس زيت بيضة الحجم سيكون متوسط أو صغير يعني متخد مش ببيضة كبيرة نخلطهم مليح مع بعض من بعد راني رايح نزيد مغرفة كبيرة على خمير الخبس و مغرفة كبيرة على السكر من بعد نضيفوا كمية الفارينة غرب شوي في الول نحط الكاس و نبدأ نخلط يعني نخلط بلو فوي حتى نتخلط المليح هذيك الفارينة من بعد رايح نزيد مغرفة صغيرة على الملح نتنسى واش بالنسبة عن المقادير بإذن الله راح نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف نزيد نخلط من بعد نحط كمية الفارينة اللي بقات لي و نعجن بيدي يعني ندخلها غير بشوية حتى نحصلوا على العجينة ما تتلاصقش معاكم حنا تعجنوها مدة ثلاثة ربعة دقايق و تخليوها على جانب يعني ما تغطيوها مدة ربعين دقيقة باش تخمر و يضاعف الحجم تها في الوقت اللي نروحو للحشو بالنسبة لهذا الحشو يعني حشو جاء بزيب بزيب بني كوندر ثلاثة ربعة حبيت على باطاطا غليتهم من بعد قطعتهم و زيتهم على خالد كوندرت فيه فلفل ألوان يعني يعني ديروش يكون عندكم كورنيشون مايس زيتون أخضر و مع تنوس و باش هذا الحشو يعني يجيني بزيف بني و مشمخ هنا كوندرت بطون تاع المايونيز كوندرت كوندرت ثلاثة علب يعني كثرت شوية كنت لكم من جهة يعني لبنة تاع الطون و من جهة المايونيز يخلي الحشو بزيف بزيف مشمخ هذه أصلا راهي وصفة و راهي سلطة يعني تقدروا تعتمدوها في البرين و ديروها ديكور و مليح يعني و جيكم بزيف بنينا عودت بوليت العجين السعيب بعد ما اختمرت و اضعف الحجم تحهنا رايح انديقازيها من بعد ندير شوية فارينا و نحلها اهم سر في هذي الوصفة بش الحبيت تاعكم يجيكم فارغين من داخل كما شفتوها في اول فيديو انو هنا اللي عجينة متحلوها شونك خشين تديروها هكذا شوية شوية رقيقال انو رايح هزيت تختمر مره ثانية و زيت تخمر فما تديروها شخشينة كونسقطعتها الى دوائر بهذا الشكل والسر الثاني بش يعني يجيكم ماشين زيتها هي هذي الطبقاء اللي تكون فيها الفارينا البير و لا شابلير حت تخلي يعني اللي عجينة كل اللي عندها عازل على الزيت فتتقلى وتتحمر طبقة هذي من الفوق تكون تقرمش و متشرب لكم خلاص الزيت يجيكم بزيف قطنية خليوها كما قلت لكم الزيت تخمر على الاقل مدة 4 ساعة الزيت تخمر شوية من بعد نولي و نقليوها في زيت في اللول يعني يكون سخون ملاحن بعد نقصولو تبدو تطيبوه في الحبات بشميريوكم شمع الجنين حتى يديو لكم اللون ذحابي رحيت نفخوا بهذا الشكل و من داخل يجيوكم قطنيين يسخفوا جربوا الوصفة و قلبوا لي الاخبار مش حين يشربوا لكم الزيت كما انا جابوا لي تقريبا حتى الثمانتاش نحبة خلصوهم كامل و بزيف بزيف عجبوهم يعني اللي عندنا جا تسخفوا الحشو جا بزيف بنين و انتم يعني ديروا الحشو اللي سحبوه وش يكون عندكم اذا حبيتوا يعني ذو المقبلة تديروها مثلا بالجاج ولا يعني كما سحبوا و وصفة نارة هي جاهزة جربوها باذن الله تعجبكم صحة فطركم و صحة صحوركم اشتركوا في القناة